معي المدير الفاني النادي القالي كانت نعادل على البرحمن بيقولك مش عارف اقولك هارضي لك انا طبعا انت مش راضي عن التعادل وكانت نعادل عليبتك بين بعد الماتش وقلت لهم خلاص نركز بقى في الماتش اللي جاي وخلاص نقطتين وفي صفحة جديدة وكل هدوك كانت نعادل لحدك مدرب كبير والخادم افضل الاهلي لا اشوف هو انا انا ببص على الاداء بس احنا اداء نشوت التاني كان فيه اجهات كبير قوي لانه بعض اللي بيلعبه في المباراة اخرى كمان وهم صغيرين يعني في السن وكده فسفر ورجعنا وبعد اللعبنا سبت ثلاث وسبت قبله يعني سبت ثلاث سبت فده وضع طبيعي احنا والمقولين كمان كانوا انهم برضو حتة الايجاد ولكن في الاخر اقدر اقولك انه تنفيذ للعيبه فوس الملعب ما كانش بصورة جيدة واحنا هنتكلم فيها وبعدين دايما انا زي ما اتكلمت ما ببصش على النتائج يعني ما احنا متصدرين الفرق بيننا وبين التاني 11 بونت يعني قلب النهاردة؟ اه فرق 11 بونت يعني الفرق كبير ولكن انا مش ببص على النتائج خالص انا ببص على ازاي ان انا اعمل لعب كويس اللعب يستحمل يمكن انا في اخطاء النهاردة شفتها اه لا تصلح انه تبقى متواجدة في اللعيب الكبير يعني اللعب الندل اهلي هنشتغل عليها ودايما لما الاخطاء يمكن احنا من عادتنا بنعمل ايه احنا خلاص بنقطع لهم المباراة اللي تلعبت وبعدين هنتكلم في محاضرة يعني بكرة ياخدوا اجهازة ويرياحة عشان المباراة التانية السابت بعدين نديهم المحاضرة نشوف اخطاء لهم نفرجهم اخطاءهم يعني وبعدين نصلح احنا يعني الوقت ده احنا عاوزين نصلح اخطاء 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 عشان لما يطلعوا فوق يبقوا خاليين ان شاء الله من الاخطاء يعني عنا غيابات النهاردة كتير جدا راجع لك يوسف علاء يمكن اخد وقت صغير المباراة اللي فاتت النهاردة بتديرهم مساحة اكبر شوية من الوقت ولكن لسه برضو متأسر بيه باصابته نوعا ما يعني الاصاب بتفرق اكيد عندي لعيبة كتير غايبة عندي فخري من اول المباراة خدله كادمة جمدة وما كانش عادر ولكن افضلت ان اجريه عشان هي كادمة عندي شام شعبان فرود متميز احمد ياسر فرق معي كتير النهاردة انه هو الفرود هو الاساسي بتاعي بعاله فترة طويلة كانوا اخذ انظرات ثلاث انظرات ولكن ان شاء الله المباراة الجاية يكون متواجد لكن في الاخر انه انه مهما الاصابات انا احنا بنعمل لعبين للنادي الاهلي بنعمل مجموعة لعيبة كبيرة مش بنعمل مجموعة قليلة يعني اه عاوزين يعمل اربع خمس ست لعيبة يصلحوا في الوقت الحالي انهم اللي لعبوا للنادي الاهلي يمكن شوفنا النهاردة في اداء لعيبة كويس او متميزة الشوت الاولاني عملوها كويس الشوت التاني بس الحتة بتاعت الاجهاد اللي دخل فينا الجنة يعني في فيفترة انا المفترض ان ان شاه الله طبعا نشد حينها و ربنا يسهل و بنشكر الكبتن اوسمة بنشكر الكبتن كبتن هنشيش والكبتن بلال وبنشكركو على اداء متميزة شكرا، شكرا، شكرا معصر كثيراً لديك تلقاطنا مع نجمي من نجوم